عام تسعة وسبعين للهجرة ولد الإمام الجليل أبو حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه من أبوين كريمين جليلي فأبوه ثابت الذي أكل من بستان في الطريق وحين طلب أن يستسمح من صاحب البستان رفض أن يسامحه إلا أن يتزوج ابنته الصماء العمياء الكسيحة وقبل ثابت بذلك طمعا في المسامحة ليكتشف حين تزوج أن الفتاة التي تزوجها سريمة صحيحة وإنما كانت عمياء عن الحرام خرساء عن قول الحرام ولا تمشي إلى حرام أبدا من هذا النسل الطاهر ولد الإمام الجليل النعمان بن ثابت رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أسأل الله أن يحفظ لنا ولدنا من كل شر وسوء وأن يجعله من أهل القرآن اللهم آمين يا رب وماذا ستسميه يا ثابت؟ سأسميه نعمان نعمان بن ثابت أسأل الله أن يجعله هاديا مهديا إن شاء الله حين يكبر سأذهب به إلى المعلم يعلمه القرآن إن شاء الله وكبر النعمان بن ثابت رضي الله عنه ودخل إلى الكتاب وحفظ القرآن كاملا وهو ابن سبع سنين وكان ذكيا فطنا سريع البديهة شديد الحفظ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس هنيئا لك يا نعمان هنيئا لك فقد أتممت القرآن كاملا وحفظته عن ظهر قلب هنيئا لك وأنت يا ثابت يا أبا نعمان هنيئا لك أيضا حفظ ولدك للقرآن الكريم الحمد لله على ذلك وجزاك الله خيرا أيها الشيخ وكبر النعمان ونزل إلى سوق العمل يعين أباه وكان أبوه يبيع الأقمشة والملابس إلى أن زارهم الإمام الشعبي رضي الله عنه ورأى ذكاء ونباهة الإمام النعمان افعل ما قلته لك ولا تتأخر سمعا وطاعة يا أبتي السلام عليك يا أبا النعمان وعليكم السلام أهلا بالشيخ الشعبي قل لي أين ولدك النعمان لم أره منذ مدة إنه يأتي إلى الدكان يساعدني في العمل وقد أرسلته في بعض الحاجات وسيعود بعد قليل إنني لم أره منذ أن أتم حفظ القرآن الشيخ الشعبي عندنا أهلا وسهلا بك يا شيخنا أهلا بك يا نعمان كيف حالك؟ الحمد لله بخير أبتي لقد ذهبت حيث أمرتني فأوصلت الثياب لأصحابها وأعطيت لكل رجل الثوب الذي طلبه وهذا ما بقي وهو ربحنا ومنه ربع العشر زكاة المال تجيب حين يحول الحول بارك الله بك يا ولدي صدق من قال أرسل حكيما ولا توصيه أين تختلف إذن في نهارك؟ أختلف على التجار والصناع ما عن هذا سألتك؟ إنما سألتك عن علماء الكوفة إنما أنا في العمل كل وقتي إنما أرى عليك النباهة والفطنة فكيف تحرم نفسك من طلب العلم؟ أبتي أسمعت ما قاله الشيخ الشعبي؟ نعم سمعت أتأذن لي أن أذهب المسجد فأحضر مجالس العلم؟ نعم يا بني وهذا يسر لي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وجلس الإمام النعمان في مجلس العلم فأخذ عن الكثير من العلماء وأبرزهم الشيخ حماد بن أبي سليمان فحفظ عندهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ منهم العلم والفقه وكبر الإمام أبو حنيفة وأصبح شابا لا يتوقف عن طلب العلم ويأخذه عن كبار علماء بغداد وقد لمس فيه العلماء الفطنة والذكاء رغم أنه كان كثير السؤال في كل مسألة تتعرض له إنك طالب حذق ذكي يبدو عليك النبوغ والفطنة ولكن اصبر قليلا حتى تتمكن من العلم فتأتيك المسائل كلها قبل أن تفترض ما لم يحصل فإن فعلت ذلك فإنك على استخراج الفتوى ستكون أقدر إن شاء الله ونزم الإمام النعمان العلماء ودروس العلم وكان لا يرى إلا ومعه القلم والمحبرة والقراطيص والأوراق وكانت المحبرة تسمى تلك الأيام بالحنيفة فسمي بها وصار لقبه أبو حنيفة أرى أن الحنيفة لا تفارقك يا نعمان إنني أخشى أن يفوتني علم فأنا أكتب كل ما أسمعه منك فأصطحب معي الحنيفة في كل مكان أنت أبو حنيفة النعمان نعم أنا النعمان نعم أنا أبو حنيفة النعمان لمسألة في الطلاق وأعلم أنك من أهل العلم فهل لك أن تجيبني أهكذا الجواب الأكيد يا أبا حنيفة انتظر لا هذا ليس الجواب الأكيد ماذا سأفعل إذن ادخل المسجد ستجد فيه مجلس علم يجلس في صدره عالم جليل هو حماد بن أبي سليمان فسأله فإنه يجيبك أشكرك يا أبا حنيفة لما جعلته يسأل الشيخ حماد ومن أنا حتى أفتيه هو الشيخ حماد موجود ولكنك أفتيته عن علم ولم تكن فتواك خاطئة أخشى أنني تجرأت على الفتوى مبكرا ليس مبكرا يا أبا حنيفة فمنذ متى وأنت تجلس في مجالس العلم وتأخذ عن العلماء وتسمع منهم أترى ذلك يا أبا يوسف نعم فقد جالست العلماء وناقشتهم وسمعت منهم الكثير وآن أوان أن تعطي بعد أن أخذت من العلم الكثير أرجو أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله قل لي أيها الرجل بما أجابك الشيخ حماد لقد جعلتني أدخل المسجد وأنتظره حتى فرغ من درسه ثم سألته فإذا به يجيبني بما أجبتني به ألم أقول لك ما دمت حصلت على العلم كله فلما لا تجلس للناس مقامك هناك يا أبا حنيفة في صدر المجلس قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب السلام عليك يا أبا حنيفة ومن أبو حنيفة ألست أنت صاحب القرطاس والقلم وحنيفة الحبر تلزم مجلس العلم فلا تفارقه ولا تفارقك الحنيفة بلى بلى ما حاجتك يا امرأة لدي قطعة القماش هذه أريد أن أبيعها وهي ليست أقل من مئة ولكن لم تريدين بيعها؟ أنا امرأة أرملة ولدي أطفال أريد أن أشتري لهم طعاما لا تقلقي يا امرأة دعيها وسأبيعها لك إن شاء الله أرجوك لن أبيعها بأقل من مئة نعم ليس أقل من مئة نطمئني السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أريد أن أشتري قماشا من الخز هذا قماش من أجود أنواع الخز فعلا إنها من أجود الأنواع قل أن تجد مثلها في الكوفة قل لي بكم تبيعها؟ إنها بخمسمائة أعلم أنني لن أجد بمثل جودتها وهي تقدر بمثل ذلك لذا فسوف أشتريها وأنا بعتك إياها وفي أحد الأيام اضطر الشيخ حماد وهو شيخ الإمام أبي حنيفة لأن يسافر خارج بغداد فعهد بمجلسه لأكثر طلابه ذكاء وفطنة وهو الإمام أبو حنيفة وكان حينها شابا تسافر عدة أيام وماذا عن مجلسك؟ لأجل هذا أريدك أريدك أن تكون مكاني في هذا المجلس فتعطي الدرس وتجيب الناس على فتاويهم أنا أعطي الدرس وأجيب الناس نعم أنت يا أبا حنيفة فأنا أثق بعلمك حقا أنا أهل لهذا أن أجلس في مجلسك وأحدث الناس نعم يا أبا حنيفة وفي السوق جاءت المرأة تسأل عن قطعة القماش التي وضعتها عند أبي حنيفة ليبيعها لها وكانت تريد أن لا تبيعها بأقل من مئة درهم السلام عليكم وعليكم السلام تفضلي يا أختاه بعت القماش لك وبخمسمائة درهم خمسمائة درهم؟ نعم خمسمائة درهم ولكن هذا هذا كثير لم أكن أتوقع أنها تسوي هكذا قلت لك إنها من حرير جيد بارك الله بك يا إمام لقد جبرت بخاطري وأنصفتني ما فعلت إلا ما ينبغي فعله إن النفسي تصارعني أن أنام علي أن أهزمها واستعان الإمام أبو حنيفة لأجل مجلس العلم بقيام الليل والصلاة والسجود طويلة بين يدي الله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم مراعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وجلس الإمام أبو حنيفة للمرة الأولى في مجلس العلم وكان شابا فبرز أمام الناس ما حباه الله من علم وفهم وفطنة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما وحدثني حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن عائشة قالت ما شبعنا آل محمد ثلاثة أيام من خبز بر وبعد المجلس تجمع الناس حول الإمام أبي حنيفة يستفتونه ويسألونه في الفقه والعبادة فكان يفتي بعضهم ويقول لبعضهم لا أدري إلى أن سأله رجل عن مسألة طلاق يا إمام أريد أن أستفتيك بمسألة طلاق طلاق نعم فقد حلفت على زوجتي بالطلاق إن ولدت وهي مني حامل لا أدري لا تدري؟ أي إمام أنت وأنت لا تدري؟ وماذا في ذلك؟ قلت لك لا أدري هل أفتي لك من عقلي أم أفتي لك بشرع الله؟ بل أريد شرع الله تعالى فإنني لا أدري ولا أعرف جواب هذه المسألة وكيف تجلس لتحدث الناس هنا إذن؟ يا أبا يوسف ما كنت أظن الأمر هكذا كنت أظنني أملك بحرا من العلم فإذا بي على شاطئه؟ ما أوسع بحر العلم؟ هيهات أن يحيط به أحد لم أظن نفسي أنني سأقول للناس لا أدري سيظنك الناس جاهلا ويجدون الفرق كبيرا بينك وبين شيخك حماد ليظن الناس ما يشاءون إنما أنا طالب علم صغير لا يجوز لي أن أفتي بما لا أعلم فإن أفتيت عن هوا فأنا أشتري بآيات الله ثمنا قليلا وجلس أبو حنيفة الليلة كله يكتب في المسائل التي سأله الناس عنها ويدونها فأتاه أبوه فسأله ماذا تكتب يا نعمان؟ إنها المسائل التي سألني الناس عنها ولم تكتبها؟ أريد أن أعرضها على شيخ حماد حين يعود فأسأله عنها بارك الله فيك يا ولدي هكذا يكون التعلم وحين عاد الشيخ حماد ذهب إليه بعض الحاسدين واتهموا عنده أن الإمام أبو حنيفة يفتي برأيه فلما جلس إليه سأله وقالوا أنك كنت تفتي من رأيك وتقيس في المسائل بغير علم كيف ذلك يا أبا حنيفة؟ أتسمع مني يا إمام؟ هات قل لي ما عندك ما هذا يا أبا حنيفة؟ إنها المسائل التي سألني الناس إياها فأفتيت لهم فيها وقد كتبتها لأطلعك عليها حين تعود وأسألك عنها خيرا فعلت يا أبا حنيفة أنت أفتيت لهذا الرجل بهذا الجواب؟ نعم يا شيخ أراك أفتيته كما قال الله ورسوله؟ أنا لا أفتي إلا بذلك دائما هذه الأوراق التي لديك هي ستون مسألة كم أصبت منها؟ لقد أصبت في أربعين مسألة لم تخطئ بها وهناك عشرون مسألة أخطأت بها أو أجبت بشكل ناقص لأجل هذه المسائل كتبت كل الفتاوى لأطلعك عليها إتريني أين أصبت وأين أخطأت؟ يبدو أنني ما زلت في أول طريق العلم والطريق طويل أمامي وجلس الإمام أبو حنيفة مع شيخه الإمام حماد بن سليمان ليجيبه عن الفتاوى التي سأله الناس عنها ويصحح له ما أخطأ فيها ومن أراد الآخرة وسعنها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وبقي أبو حنيفة يأخذ العلم من الشيخ حماد حتى توفي رحمه الله تعالى رحم الله شيخنا حماد بن سليمان فقد كان يرشدني ويصحح لي في كل مسألة ولم يغادر الدنيا حتى تعلمت منه الكثير رحمه الله فقد كان صادقا مخلصا تقيا وورعا عما سنحدثكم اليوم ننتظرك يا إمام أن تحدثنا بما تشاء بما أشاء نعم بما تشاء ما أول ما يحتاجه المرء في دينه الصلاة الزكاة أحكام البيع والشراء وحين جلس أبو حنيفة في مجلس العلم وجد أن الطلاب يتعلمون العلم بلا ترتيب ولا تصنيف تارة يبدأون بالمعاملات وتارة بالحج ومرة بالصلاة ومرة بالصيام فبدأ بترتيب وتصنيف أبواب الفقه فكان أول إمام يفعل ذلك إذن سأعلمكم الفقه بهذا الترتيب فقد جعلته بهذه الأبواب الطهارة وأحكامها في أول باب من أبوابه ثم باب للصلاة فنحكي فيه كل ما يتعلق بالصلاة وأحكامها ثم باب للزكاة وباب للصيام ويريه باب الحج فلا نبدأ في باب حتى ننهي الباب الذي قبله هذا أمر حسن يا إمام إنه يسهل على طلاب العلم تعلم الفقه بهذه الطريقة وحين ذا عصيت الإمام أبي حنيفة واشتهر بين الناس أراد والي الكوفة أن يستدرجه وأن يعينه في منصب ليسهل التحكم فيه وينسبه الناس على علماء السلاطين خوفا من تعاضم نفوذه وازدياد شعبيته والله إن هذا الرجل يملك أن يؤلب الناس كلهم علينا ولا نستطيع أن نتحاشاه ولا أن نتجاهله ولذا فعلينا أن نستعمله فإذا استعملناه ملكناه كما ترى يا مولاي ولكنه هل يقبل؟ اذهب إليه أيها الشرطي وأخبره أنني وضعته في مكان رفيع جدا مكان رفيع فوق كل مكانة في الكوفة كلها وهذا الأمر سيقبل به حتما فجاء الشرطي إلى أبي حنيفة وعرض عليه منزلة رفيعة جدا وأمام جميع الناس إنها منزلة فوق منزلة الأمير نفسه إذ لا يخرج الأمير بأمر إلا بعد أن تختمه أنت ولا يخرج مال من بيت المال إلا بعد أن تختمه أنت أيضا وهذا الختم عندك وأنت صاحب الأمر والنهي سيصبح الأمر والنهي والقرار بيد الإمام لا يخرج الأمير عن رأيه ولا يصدر أمرا إلا أن يختم عليه الإمام هني أن لك يا إمامنا قل لأميرك أبو حنيفة ليس أهلا لهذا أعطي هذا الختم لغيري ماذا تقول؟ نحن الآن في مجلس علم وأنت جئت تقطع علينا مجلسنا هذا والوقت هذا ليس من حقك كيف تقول هذا؟ هذا أمر من الأمير ابن هبيرة كيف ترفض أمره؟ أمر؟ عجبت والله كيف تؤتى هذه المسائل بالأمر والإكراه قلت لك لا أصلح اذهب إلى أميرك وأبلغه ذلك وأمام الجميع رفض الإمام أبو حنيفة العرض الذي قدمه ابن هبيرة عليه وتابع درس العلم ولكن هل يقبل ابن هبيرة ذلك بسهولة؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ماذا تقول؟ نعم يا مولاي الأمير لقد رفض أبو حنيفة وقال أنه لا يصلح لهذا فأعطي الختم أحدا غيره كيف يرفض أمري؟ لعله ينتظر منك أن تجعل له راتبا على ذلك أبو حنيفة لا يأبه للمال أبدا ثم إنه تاجر لا يهتم لمال الدنيا إن وضع بين يديه لماذا رفض إذن؟ لقد فاطن أبو حنيفة أنني أريد أن أجعله تحت جناحي وتحت إمرتي ولكن لا لا وألف لا لن أسمح له أن يتمرد على أمري عد إليه وأعطه الختم وقل له إن لم تقبل سأوسعك ضربا حتى يصل صوتك كل الكوفة توسعه ضربا وما تظنني فاعل أمام عناده ألا يكفي أن نصف أهل الكوفة يسمعون له أكثر مما يسمعون لي؟ وإن لم يقبل فعليك بمئة جلدة تجلده بها مئة جلدة؟ هذا كثير فذهب صاحب الشرطة إلى الإمام أبي حنيفة في مسجد الكوفة وعرض عليه ما قاله الوالي وهدده بالجلد مئة جلدة إن الأمير ابن هبيرة أقسم إن لم تقبل وتأخذ الخاتم مني أو ماذا؟ أو أن الجنود سيأخذونك ويجلدونك أمام جميع الناس يريد أن يذلك أن يؤذيك جنب نفسك كل هذا واقبل يا أبا حنيفة لو فعل وضربني أمام كل الناس له أحب إلي من أن أنصاع له فأستلم خاتمه لما كل هذا الرفض يا أبا حنيفة؟ ستدفع ثمن عنادك هذا إن رفضت بل سأدفع ثمنا غاليا إن قبلت فأنا إن قبلت فقد رهنت نفسي وعلمي لابن هبيرة وعلمي لا أملكه إنه عطاء من الله تعالى وإن ورائي طلابا يأخذون عني ووراء الناس يستمعون إلي وينظرون إلى فعلي أفنيت عمري لأفقها الناس بدينهم فإذا وثقوا بي خنت ثقتهم هذا آخر كلام لدي ولن أتراجع عنه وأنت افعل ما بدلك وأمام جميع أهل الكوفة رفض الإمام أبو حنيفة عرض الوالي وأمام الجميع جلد مئة جلدة في يوم قائض شديد الحر ويلي عليك يا أبا حنيفة ويلي عليك ماذا فعلت بنفسك؟ اللهم اجعلها في سبيلك اللهم اجعلها في سبيلك أرى يا إمام أن ترحل من هنا فتقصد خراسان دمشق مصر الحجاز أي مكان تريده؟ الحجاز؟ نعم الحجاز فيها كبار التابعين والفقهاء سأخذ عنهم وأسمع منهم حديث رسول الله الحمد لله أنك قبلت حتى نتخلص من هذا الظالم وأمام طغيان بن هبيرة على الإمام أبي حنيفة ترك أبو حنيفة الكوفة وقصد الحجاز ليطلب العلم هناك من كبار علمائها فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وفي عام مائة وواحد وعشرين للهجرة وصل أبو حنيفة ومعه أبو يوسف المدينة المنورة وقصد مجلس رسول الله ورأى الإمام مالك في مجلسه فقصد ذلك المجلس ولكن لم يعلم أن اسمه قد وصل إلى الإمام مالك دون أن يعرفه وأنه كان يقال عنه أنه يفتي بالرأي أهلا بك من أي البلاد أنت؟ أنا من الكوفة أنت من مدينة أبو حنيفة ذلك الرجل الذي يفتي برأيه أنا أبو حنيفة أنت أبو حنيفة نعم أنا أبو حنيفة ولا أفتي برأي لا أفتي إلا بكلام الله ورسوله فإن لم أجد أخذت برأي الصحابة فإن لم أجد لهم قولا في المسألة قست عليها إنني سمعت عن مسائلك وفقهك وأرغب في مناظرتك فمتى ترى نفعل ذلك؟ الآن يا إمام ودخل الإمام أبو حنيفة في مناظرة طويلة مع الإمام مالك ليقول له الإمام في آخرها لقد أجبت بخير بارك الله فيك وبعلمك لقد جعلتني أتعرق وأنا أناظرك وما رأيت رجلا يناظر مثلك والله لو قال لكم الإمام أبو حنيفة أن عمود المسجد هذا من ذهب لأتى بحجته ولا أقنعكم برأيه والله ما ناظرت رجلا فرجفت قدماي ودق قلبي إلا أنت يا إمام مالك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وعاد الإمام أبو حنيفة إلى الكوفة بعد سنوات قضاها في المدينة يطلب العلم ويحضر مجالسه وفي بيته كان الإمام أبو حنيفة يصلي الليلة ويقومه وكان له جار يسكر الليلة كله ويقضيه مخمورا ويزعج الناس بصوته أضاعوني وأيوفة أضاعوا أضاعوني وأيوفة أضاعوا هداك الله يا قسورة أتسمع يا إمام منذ العشاء وأنا أسمع كيف تطيق ذلك إنه طوال الليل يغني ويشرب الخمر وبيته قرب بيتك أسأل الله له الهداية وبقي الطلاب والناس يحرضون الإمام أبو حنيفة على جاره الذي كان يقضي ليله مخمورا يزعج الناس والإمام لا يستجيب لهم ولكن ما الذي يريده الإمام من ذلك وفي إحدى الليالي قام أبو حنيفة إلى صلاته ولكن لم يسمع صوت جاره وهو يغني كما كان يفعل كل ليلة فاستغرب من ذلك وقرر أن يفعل شيئا أين قسورة الليلة؟ قد أذن الفجر كله ولم يغني ولم يصرخ هل لدى أحدكم مسألة يسألها؟ أو فتوى نجيب عليها؟ كم جلدة يجلد شارب الخمر؟ إن حد شارب الخمر ثمانون جلدة ثمانون جلدة لعلها تكفي لألا يسكر مرة أخرى ويزعجن في الليل ومن تقصد؟ أقصد ذلك الفتى قسورة الذي يسكن بين بيتنا وبيتكم وما له قسورة؟ لقد أمسك به العساس يشرب الخمر في الطريق وهو قاصد بيته فأخذوه إلى الحبس تعال معي إلى أين؟ إلى الحبس وحين علم الإمام أبو حنيفة أن جاره قسورة في السجن قصد السجن من فوره وقصد أبو حنيفة السجن وطلب من السجان أن يخرج له جاره من السجن وأن يدفع له هو كفارته فاستغرب السجان أن يكفل الإمام أبو حنيفة الرجل السكير أنت جئت تكفلك الصورة يا إمام وماذا في ذلك؟ إنه جاري وله علي حق ولكننا أمسكنا به نعم أدرك ذلك إنه ابتلاء من الله تعالى أسأله أن يشفيه منه ولكني سمعت أيضا أنه كان يبقى حتى الفجر وهو يغني وبيتك قريب فكان يؤذيك هل شكوت لك يوما أنه أزعجني؟ أبدا إذن فأذل لي بأن أكفله وهذه كفالته فقد سمعت أنه لا يملك مالا ليكفل نفسه هيا يا قسورة قم أرجوك إن ظهري لا يتحمل الجلد لن نجلدك ولكن سنفرج عنك تفرج عني؟ نعم فقد جاء من يكفلك ومن هو؟ قم حتى تراه وخرج قسورة من زنزانته ليتفاجأ أن الإمام أبو حنيفة هو من كفله أدخل يا قسورة الإمام أبو حنيفة؟ نعم إنما أنت جاري وأنت شاب ذو فطرة نقية والمرء لا يفرط بجاره خذ هذا واستعن به على شؤونك وأسأل الله لك الهداية أعاهد الله يا إمام عهدا لا أخلفه إن شاء الله ألا أعصي الله بعد اليوم ولا أشرب خمرا ولا أسلك له طريقا ولا أصاحب له صديقا أسأل الله لك الثبات يا قسورة وإن احتجتني في أمر فاقصدني فأنت تعرف بيتي ودكاني بل أعرف مجلسك في المسجد ستجدني فيه بانتظارك بإذن الله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور